ما بين ولدنا في الأجازة والتكنولوجيا والتحديات والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله والضغطات وي 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 أصبحت التربية وسط تلك المؤثرات موضوع مسهل مع طبعا مشغولياتنا والشغل بتاع كل واحد والمشاكل ولكن التركيز على عنصر التربية بتطوه مننا حاجات كتير قوي في النص وبتخش بقى عناصر زي الموبايل والتكنولوجيا واللي بيدخل لنا بقى من الموبايل بكل الابليكيشن والحاجات اللي كلنا وولادنا بنتعامل معها مفروض نحن عندنا قدر من الوعي ككبر لكن ولادنا يقعوا كثيرا أسرى لتلك التكنولوجيا فعنف مشاكل إشكاليات في التربية بنواجهها عشان كده نهاردة عملنا الفقرة دي اللي هنتكلم فيها مع ضيوفنا المشرفيننا في الستوديو دكتور شرين لويس استشاري تربوي وأسري ونفسي ومؤسسة مبادرة تعريفة ربي أهلا بك دكتور شرين شرفانا من ورانا وبشرفنا كمان يكون معنا دكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي والتكنولوجيا المعلومات دكتور محمد أهلا بك شكرا لحاضرتك وطبعا كل الشرف ليا أهلا بك وانتو طبعا مش غرب عن القناة ولا عن البدنامج دايما بتشرفونا ودايما بتمتقونا بكلامكم الحلو يعني هستأذنك يا دكتور محمد هسأل دكتور شرين سؤال بره لسكريبت اللي معايا عرفت ربي ايه ده بيشدني جدا انا مش عارف متهالي سألت حياتك قبل كده بس هسأل تاني دكتور دكتور معلش الزحيمر بقى دكتور هنعرف نربي في وسط هذه الأزمات خلينا بس هسأل على حتة هنعرف نربي الدنيا بقت صعبة شوي هي الدنيا بقت صعبة كتير مش وعية والتربية مش مهمة سهلة أبدا يعني هي اي ابو ام او اي تنين زوجين خلاص محتاجين يقولوا نحنا بناخد القرار ان احنا ننجب أطفال لهذا العالم لانه التحديات بقت كتيرة وكبيرة وبقت محوطانة من كل جهة والتربية هي صعوبتها بقت هنا ان احنا ازاي نقدر نواجه كل التحديات دي ونتعامل معها ما بقاش مدواسها لخالص بس في ظل كل ده احنا اكيد هنعرف نربي يعني لانه كان اهلين عندهم تحديات وعرفوا ربونا وكان يمكن اجدادنا عندهم تحديات مع اهلين وعرفوا كانت صعبة في وقتها يعني احنا في وقت ده يقول ايه تحدياتهم كانت اسهل في وقتها كانت كانت صعبة بالنسبة لوقتهم ولا احنا تحدياتنا بقت اصعب فعلا تحدياتنا اصعب بس كانت فيه تحديات يعني طول الوقت التربية بتواجه تحديات يعني خصوصا كل عصر له تحدياته بالضبط مش الفكرة انه كمان مش بس التحديات التكنولوجية لكن كمان بحس ان الاسرة دلوقتي بتواجهها صعوبات اقتصادية كبيرة في ظل كل الوقت اللي احنا بنعيشه يعني بس سعيد بحس انه طب ما هو كان بيتقال عليه نحنا كجيل كده التمانينات مثلا احنا انتو جيل التلفزيون مثلا انتو اللي كبيرته لقيته تلفزيون احنا ما كانش عندنا تلفزيون اجدادنا مثلا كانوا بيقولوا لامهاتنا وانه طب ما انتو جيله الراديو واللي اتولدته لقيته والراديو احنا ما لقناهوش فهو كل عصره لهو تحدياته زي ما حريك بتقول بس يمكن دلوقتي فيه تحديات اكبر واكتر وده اللي بيخلي التربية تتحول انها تكون فعلا مهمة صعبة ومهمة محتاجين نتذكر لها كويس جدا ونستعدلها بالزبط نستعدلها كويس جدا لان على الرغم من قصرة التحديات الا انه في مصادر يعني زي ما عندنا تحديات كتيرة بقى عندنا مصادر كتير جدا يمكننا كانتش متاحة لأهلينا بس هي موجودة دكتور محمد انا دايما محاك بتشرفنا بنتكلم محاكتك على التكنولوجيا ومشاكل التكنولوجيا والتطور التكنولوجي النهاردة هنرجع بقى ورا كده محاكتك وناخد من الاجيال الجديدة هل اقدر انا كاب وام امنع ادمان ابني او بنتي لهذا الجهاز بالطريقة اللي تضره وهل يمكن ترشيد استعدام هذا الجهاز الموبايل وما شابه طبعا سؤال صعب جدا حقيقة صعب على حضرتك حقيقة تعالنا نبص على العالم احنا فوق الخمسة مليار بناء ادم موجودين على الانترنت عدد الوصول الانترنت يوميا 8 ساعات في اليوم ففكرة ان احنا نقل استهلاكنا للتكنولوجيا اظن هكون صعب ان التكنولوجيا اصبحت انتداد طبيعي لحياتنا احنا النهاردة عايشين في عالم هاجين بين الواقع المادي والواقع الافتراضي ما نقدرش نفصل الواقع الافتراضي عن واقعنا المادي لو احنا حتى اجيالنا ممكن تقفصل بشكل او اخر فاكيد اجيال اولادنا والاجيال الاصغر من اولادنا اصبح الامر ده هو استكمالا لحياتهم التكنولوجيا هي امتداد الحواس بتاعتهم هم عايشين فيها وبيتعاملوا معها بطريقة يومية بطريقة مختلفة وفكرة نفرق بين الادمان وبين الاستهلاك للتكنولوجيا اظن ان احنا محتاجين نقول ان الادمان هو استخدام الشيء بطريقة تسبب اضرار اذا كانت اضرار جسدية او اضرار نفسية او اضرار مجتمعية او اي نوع من انواع الاضرار انما استلاك التكنولوجيا هي اصبح لا غنى عنه لو انا قاعدت 8 ساعات اللي احنا بنتكلم فيها متوسط في العالم وانا قاعد بشوف على مصادر علمية ولا بذاكر ولا بتطلع على حاجة جديدة وبتفرج على فيلم في النص وبعمل ما هو مفيد ليه ما هو مفيد ليه تكون شخصية انما على العكس بقى تماما لو انا قاعدت 8 ساعات المتوسط دي في الجري وراء اشعات ولا الجري وراء ثقافة انا سميتها حتى في مقالة اخيرة ثقافة ال 140 حرف الفخ القاتل حقيقة المشكلة في تكوين الشخصية والفكر الجامعي من خلال 140 حرف ودي امر حقيقة مش بيواجه نحنا في مصر كحالة خاصة هي بيواجه العالم كله وفكرة قاعدة تشكيل الوعي العام والوعي الجامعي حوالين قضايا الكتيرة جدا هي اصبحت قضية فيها مشكلة كبيرة جدا في الدول المتقدمة قبل الدول النامية او الدول الطامحة للتقدم من سهل جدا التأثير على الوعي الجامعي من خلال التلاعب بخارزميات قللنا فيها محاطك قبل كده والخارزميات كمان احنا بل ماشي عارفينها بتشغل ازاي حقيقة تعال اشوف مثلا على الفيسبوك هتلاقي كل التايم لاين بتاعك او مصادر الاخبار بتاعتك حاجات تتوجهاتك شخصية ده طلعوا امت دول او طلعوا ليه بيطلعوا عندي ما حد انت حضرتك وجودك بمحدة ارادتك انما اللي تشوفوا ده بمحدة ارادتهم الاخرين الاخرين حقيقة وده بيؤدي الى فكرة كمان ما هي الاكواد الاخلاقية للمنصات التواصل الابتماعي انها مصر رئيسي بلقة الاخبار غرم ميتا في ايرلندا واحد واثنين من عشر مليار دولار للتعامل مع البيانات الشخصية بطريقة تخالف القواعد الاوروبية لحماية البيانات الشخصية واحد واثنين من عشر مليار دولار وده رقم اكبر غرامة في تاريخ الحياة الرقمية بشكل كبير جدا وبدأوا حتى الاتحاد الاوروبي من خلال فرض هذه القوانين والتشريعات ان هو بيقول للشركات الكبيرة زي جوجل زي امازون زي ابل ان لم تلتزم انا هعمل عليك غرامات كبيرة جدا وقد تصل الى المنع من الاستخدام فهي الدول بدأت تستوع بان فيه خطر كبير جدا في هذا الاتجاه يتحركوا في هذا الاتجاه طبعا طبعا دكتور شرين ازاي في ظل برضو اللي وضحوا لنا دكتور محمد ازاي ارائب انشطة ولادي على السوشيال ميديا وخليني يزود حتة من عندي من غير ما يحسوا ان احنا بنخنق عليهم يا بابا ما تخنقش علي يا ماما ما تخنقش علي ما تسيبوني براحتي مش عارف ايه برضو انا مش عايزه يميل مني عايز اوجهه وانا بكسبه لان انا الكنترول ده مطلوب لو الحلقة دي اتفقدت فازاي اعمل المعادلة الصعبة يا دكتور هو فيه فرق شوية ما بين المرقبة والمتابعة يعني دايما بنقول للاهل فرقوا ما بين اني انا برقب واننا بتابع ابني لازم يكون فاهم انه واحد من ادواري كأب وكأم اننا اكون بتابعك فبتابعك دي معناها ان انا بتطمن ان انت امن على هذا الفضاء الالكتروني فانا يعني حتى احنا اتكلمنا في ده قبل كده ان فكرة وجود البرامج الحماية وبرامج المتابعة اللي هي يمكن الجوجل فاميلي او كل البرامج اللي بتعمل حماية هي بالاتفاق مع ابني انه انا بتفق مع ابن انه انا حتى البرنامج ده مش لمرقبتك ولا للتحكم فيك لكن تعالي نتفق سوا ايه الوقت اللي انت عايز تقضيه على الموبايل ايه نوع الانشطة اللي انت هتكون عايز تعملها لانا هكون محتاجة من سن كما اقوله الكلام ده اصل الوقت بيمسكوها من قبل ما يخصوا المدرس يعني مين اللي هيقبل السن اللي هيقبل مني الكلام ده السن اللي هيقبل مني الكلام ده وده لازم يكون اتفاق من قبل ما اجيب الموبايل من قبل ما اجيب الموبايل يعني من قبل ما اشتري الموبايل من قبل ما انزل اشتري حقيقي جهاز بألاف الجنيهات عشان حيطة حديدة تكون بسن كامل عشان الواقع بيطلبوه من سن صغير الاسمارت ده حيننا نتكلم بقى طربوي يعني يعني بلاش اقول الدوات لانه ساعة الاهلي بتتخبض بس اول ما فروض ان الطفل ما يمسكش الموبايل من قبل 11-12 سنة يعني يعني انا فهم انه ده بيحصل قبل كده بسنين بس ده مش سليم خالص يعني انا كنت لسه حتى موجودة في احد المدارس بعمل مقابلات مع الاطفال اللي هما جايين يدخلوا للحضانة اطفال اعمارهم اربع سنين او اربع سنين وكم شهر مش عارفين يتكلموا عندهم صعبات في الكلام عندهم صعبات في النطق عندهم صعبات في نطق بعض الكلمات او حتى هما مش عارفين يقولوا او يعبروا عن نفسهم وطول الوقت الطفل عايز يمسك الموبايل طب مين اللي اده عالم مين اللي اده الطفل الموبايل ده يعني مين اول حد اده الموبايل ده للطفل يعني فهي الفكرة انه وليه طفل عمره ثلاث سنين يبقى ما بين ايده جهاز بيتطلع بيه لكل هذا العالم الفضاء يعني مش سهل ابدا لكن هي مش مرأبة هي متابعة لازم ابني يكون فاهم الاتفاق والتدريج يعني والتدريج انه جزء من ادواري يعني جزء من دوري كمامة اني اكون بحميك لانه وارد انك تتعرض لخطر زي بالزبط ما انا بحميه لو هو موجود في النادي بيلعب لعبة او لو هو نازل الشارع يشتري حاجة ما انا هكون ببص عليه فجزء من ادواري يكون فعلا بتابع نوع الانشطة اللي هو بيعملها على هذا الفضاء الالكتروني الوقت لانه مش لازم نعود خصوصا زي ديل بيننا كده من الاول بالزبط خصوصا انا الوقت بقى في الاجازة فمعظم الاهي تقول لي طب ما هو يعمل ايه يعني ما هو في اجازة هو في خمس تلاف حاجة تانية نقدر نعملها غير انه هو يكون في ايده حديدة بتضر بتضره جسديا قبل ما بتضره نفسيا وعصبيا ديها تأثيرات كتير طبعا يعني الاطفال اللي نظرها بقى بيضعف بدلي الاطفال اللي بقيت بتتعالج وهي عمرها اربع وخمس سنين من فقرات دعرها ورقبتها ودرعتها الحاجات بتاعت الاربعانات والخمس سنات بالضبط بيروحوا ياخدوا جلسات علاج طبيعي من كتر مسكة التليفون حقيقة الاطفال ما بقيتش عارفة تنسك القلم وعندها مشكلة في عضلات ايديها من كتر مسكة الموبايل كل ده ليه كل ده احنا فعلا بندر اولادنا مش بنفيدهم ابدا بيدمنوا تلك العادات وما فيش حاجة اسمعنا بعزلهم عن العالم يعني اي عالم اللي انتو حابين اولادكم تدخلوا انتو سعب بتدخلوهم عوالم يعني حد من قال يقول لي يعني اعزلهم عن العالم ايو عزلهم عن العالم اي عالم ده اللي انت فرحان او عايز ولادك يدخلوا فيه ما هوش احنا بتشوف كوادث وحوادث يا دكتور شريم بالزبط الحوادث بتيجي منين في كل المستويات وكل الثقافات بالزبط من اللي عايش في اقل مستوى الاعلى مستوى الحوادث بتيجي من الحاجة بالزبط فهو اتفاق كده واضح له علاقة بتحديد الوقت تحديد نوع الانشطة اللي انت بتعملها وده جزء من ادواري حمايتك وانا دوري كأمني احميك صحيح صحيح دكتور محمد تعالى بقى نروح محادتك بقى للحتة العملية ما هي حلقة سرون الاربع دي بقى ما بين التكنولوجيا والتربية بتبقى يعني حلوتها في كده فتعالى بقى تنقل محادرتك يا دكتور محمد ونكمل على هذا الكلام ونقول برامج التحكم يعني دكتور راشدين قلت لنا لازم التحكم ولازم التداع ويبقى ديل واتفاق برامج التحكم دي نحطها ازاي نتابعها ازاي هل فيها تطورات هل برضو خلينا نتكلم عشان هل ممكن يفلتوا منها هل أنا ممكن وأنا في شغلي أو حاجة أمتبع ابني وبنتي شايفين ايه كلمنا شوية عن الحتة دي طبعا شكرا للسؤال وطبعا شكرا لدكتور راشدين على النقطة المهمة جدا اللي أصارتها هي فكرة المتابعة عن طريق برامج إنما لو ما كانش بالاتفاق فعلا من السهل جدا التصرب من هذي البرامج هم شاطرين هم مقلودين في هذي البيئة الرقم وعارفين ازاي يوصلوا للنقطة دي وازاي يتحايلوا عليها فلازم عشان كده هي قضية الوعي يمكن يعني أنا كان لها شرف في وقت من الأوقات أننا كان فيه لجنة كبيرة جدا للاستخدام القامل الانترنت وكان فيها كل الوزارات والأجهزة المعنية حقيقة واتفاعل أن هي فكرة الوعي حقيقة والوعي دي مسؤولية الجميع ومسؤولية كل واحد بالأساسنا إن لما ربي الولد أو البنت على استعاب المخاطر ودي له الثقة في النفس في هذا الموضوع ودي له القواعد الأساسية إن هذا العالم هو زي العالم المادي في الناس الشديدة الخطورة فيه ناس كويسة وفيه الناس المجرمين وفيه ناس إنما الخطورة في العالم الإفتراضي هي فكرة إن أنت قدر على التخفي إن أنت النحة التانية من الشاشة أنا ما عرفش ده مين وبالتالي إزاي أحميه من التنمر إزاي أحميه من سر الشخصية إزاي أحميه من فكرة إن أنا أدي له بيانات قد تكون بيانات حساسة وبيانات تؤثر علي ولازم أفهم إن هذا الطفل إن هو فاتم الوقت هيبقى مش طفل وبالتالي هو تاريخه الرقمي هيلحقه طول الوقت فهو لو كان بيعمل حاجات قد تبدو إن هي لطيفة جدا لمرحلته السنية وخلال بقى الشلل من الأصدقاء وإن هو عاوز يبان بشكل معين أو تبان بشكل معين إن ده في الآخر هو بقى جزء محفور لا ينسى في تاريخك وبالتالي في وقت من الأوقات لو أنت بتتقدم لوظيفة في مكان مرموق وبعدين الناس هتيجي تراجع تاريخك الرقمي هتلاقي الموضوع ده فأنت قدام معضلة كبيرة طبعا عندنا سيفي رقمي طبعا كل حاجة هو كتاب لا ينسى أي شيء ونقدر نرجع له في أي لحظة ودايما موجود ومدام طلع على الإنترنت أو أونلاين فهو لا يمح وبالتالي لازم نعمل شبكة الحماية دي بذاتة الوعي وكمان أنا طبعا مؤيد تماما دكتورة شليم في فكرة متى نقدم التكنولوجيا للنشأة طبعا وإحنا بنتكلم مع كمان تطور الزكاة الصناعية استخدام الزكاة الصناعية والزكاة الصناعية التوليدي فإحنا مش منتكلم على فكرة الإيد اللي مش عارفة تكتب إحنا بنكلم النهاردة على قدرة على التفكير المنطقي والقدرة على التفكير بشكل ممنهج والقدرة على تحليل بيانات الآلة هتعملها لي فأنا كل شيء للأسف بفقد أظن مهارات أساة جد ويمكن كان ناس دايما ويمكن دي دراسة اللي كنت أعملها كانت ناس دايما بيقولك التكنولوجيا دائما بتخش في أي مجال بتؤدي إلى حدوث صفرة فيه أنا حياة خلال الدراسة أثبت أن ليس في كل الأماكن وليس في كل المراحل العمرية أن أنا لو ما بنتش المهارات الأساسية في مرحلة معينة بالطريقة التقليدية هبقى عندي مشكلة أن أنا أبنيها بعد كده وبالتالي حتى دخول التكنولوجيا في التعليم مهمة أو يعني أفهم التكنولوجيا في التعليم هل يعني منهجية ورؤية مش مجرد وحعمل إيه وحعمل بها حوالي التكنولوجيا ده مهم جدا إنما أستخدم التكنولوجيا في المراحل الأولانية كأداة للتعليم قد تؤدي إلى نوع من أنواع فقدان المهارات الأساسية أنا محتاجة كبناء أدم على مرحلة متقدمة من العمر وبالتالي مش عارف هطلع مهندس مش عارف لما أجي أصمم تشيب مثلا أو أصمم يعني أنها طلع لي 2 متر في 2 متر لا ده حجم شباك مش حجم سربت في الأساسيات فمش عارف أبني قدام مهمة قوي وبالتالي الموضوع ده لازم يفهمين التكنولوجيا وإدارتها ويمكن علم إدارة التكنولوجيا بقى شيء مهم جدا ولازم يكون موجود عندنا كلنا بدرجات مختلفة طبعا متخز القرار مختلف عن رب الأسرة أو رب الأسرة مختلف عن المدرس إن التكنولوجيا سلاح مهم جدا لازم يكون في إيدي مش في ظهري واستخدامه مهم جدا وسلاك مهم جدا إنما في المراحل الأولينية إحنا محتاجين نبقى في منطقة منطقة الحرص على نواية التكنولوجيا وعلى طريقة استخدامها ودي أمر معضل حقيقة ما نقدرش نطلع به بالرشدة جاهزة عايزة قبل ما أطلع فاصل أسأل حياتك سؤال صغير قوي بيجي لنا ساعات على الموبايل الريل من ضمن الحاجات اللي بتيجي تلاقي واحد مثلا يقول لك على سيرة قصة المرأب عايز تعرف ابنك أو مش عارف أو شخص حاجة بيكلم مين دلوقتي على الواتس نزل الابليكيشن ده وده يتحلك مرأبت هو بيكلم مين على هل هو طبعا كل الكلام ده متوقعتنا كل ده فيك هل في حاجات بتتيح إن أنا أشوف ابني أو أي حد من ولادي بيكلمين على الواتس كل ده سرق وكل ده حاجات قوانطة صح الكلام ده ولا أنا بقول غلط صح فيها طبعا ابليكيشن بس الابليكيشن ده مش موجودة الاسخدام يعني العادي من الناس يعني أنا آسف في اللفظ مش بالهبل اللي بيتقال ده لا دي كمان خصوصا يعني الخطورة في تصيد أو وقوف تصيد في العالم الرقمي إن ده مدخل من المداخل اللي موجودة اللي وقوف التصيد وده يعني إحنا دايما نتكلم نتكلمنا مع بعض قبل كده إن يجي لي لينك من الناس أنا معرفها أو برنامج يحمله من مصدر غير معروف غير جوجل بلاي أو أبل سورة بسمح لنفسي بإيه دي حياة باخترق بياناتي إلى أدق التفاصيل اللي أنا موجود عليها والتصادر الإلكتروني دي برضو من المواضلات الكبيرة جدا إحنا لسه عندنا كلام كتير والكلام معكم ما بيخلص نبعا يزين حلق دين ثلاثة لكن الفواصل بقى لازم نطلحى ونرجع نكمل كلامنا فاصل المشاهدين لسه عندنا في الموضوع ده كلام كتير مع ضيوفنا ولكن بعد الفواصل زمان كانت تيجي الأجازة يطلع المكان سواء البلاستيك أو الحاجات اللي كنا بننبسط بيها أو نركب عربيات نبني بيوت نعمل مش عارف إيه أو يبقى عندنا قطر نركبه أو نلعب بنك الحظ أو نلعب ليده أو لما كبرنا شوية وطلع القتاري والجيمان دوتش والحاجات اللي هي كنا فرق وكان بالنسبة لنا بقى إعجاز جنب شوية الأنشطة التانية اللي بننزلها النهاردة بقى بقت الدنيا مختلفة دكتورة شرين وبقى عندنا مع دخلة الصيف هم تاني بإزداد أكتر وتلك الخطورة نعمل إيه مع هذه التكنولوجيا في هذه الأجازة اللي اختلفت من السبعينات للثمانينات للتسعينات لحتى بداية الألفية أوه أنا يعني بشوف أهلي كتير بيشيلوا هم الأجازة أكتر ما بيشيلوا هم الدراسة يعني بقية الأهلي بتعمل ده وحديك بتتكلم عن نوع الألعاب اللي احنا كنا بنلعبها وكنا بنبقى مستمتعين أوي احنا كنا بنصهر وبنقضي فيها ساعات وفيه ساعات كتيرة بنقضيها وإحنا خلاص عايزين نخلص العربية دي المرسومة على رسمة الميكان وبنقض يعني بالساعات ما عندناش أي نوع من أنواع الملل أنا كمان رجعت الدو وبرجع أقول أنه هتفضل الألعاب والحاجات المعتمدة على فكرة تنمية الحواس وتنمية الحركة وتنمية المهارات الأساسية زي ما دكتور محمد بيفكرنا هي الأساس دايما ففي الحقيقة حتى وقت الأجازة لازم نكون محددين في طول الوقت وقت للموبايل وباقي وقت الأجازة نرجع نستخدم المهارات والحاجات اللي بتنمي مهارات أساسية عند أولادنا كل الألعاب اللي لها علاقة بتنمية التفكير وتنمية المهارات وكل دي حاجات بقت متاحة وموجودة الألعاب اللي هي كل حريك بقى ذكرتها على حسب عمر الطفل المكعبات الليجو الميكانو حتى الفكرة الشترانج الشترانج أنا بنت بطلة أفريقيا جوي روماني أربع مرات وغد أفريقيا 13 سنة شفتها اتفرجت على باباهم ميتها في الصغر فطلعت مهتمة بالشترانج بالضبط حتى بقى فكرة أننا نرجع ننمي تنمية المواهب اللي عند أولادنا أنهم إزاي لو حد فيهم عنده موهبة في الرسم فأنا بجيب أدوات للرسم والتلوين بيحضر دروس للرسم والتلوين الغنى الموسيقى التمثيل وكمان الأولاد المراهقين بقت في حاجة جديدة أنا حي بشكر كمان بعض الجماعيات والمؤسسات عليها إن هي فتحت باب التطوع للأولاد من سن مثلا 16 أو 15 سنة مؤسسة يعني مش عايزة أقول اسمها بس مؤسسة مرسال مثلا اللي هي بتساعد المرضى والأطفال هي فتحة باب التطوع من سن كم؟ من سن 16 سنة يعني نقول من أولا سروي بس وحتى من سن الـ 15 أو الـ 14 سنة 57 تلاتة سبعة وخمسين فتحة باب التطوع أنه اللي عايزين الأولاد المراهقين يجوا علشان يتعلموا مهارة التعامل مع الأطفال أو ياخدوا حتى الإسعافات الأولية حاجات إنسانية جميلة حاجات إنسانية كتير جدا وبقت فيه أكتر من جمعية فتحت الباب التطوع مفتقدينها احنا دكتور شيرين الإنسانيات دي مع أطفال بسهية موجودة حاليا فيه فكرة كمان للأولاد المراهقين لأن دايماً بيتسئل نعمل معاهم إيه؟ إنه حتى بعض السوبر ماركت بقت بتفتح دلوقتي فكرة إنهم ييجوا زي تدريب صيف كده يقضوا يوم أو يومين في الأسبوع يشتغلوا لفترة ما بعض الوقت يعني بلاش نبقى مستسلمين لفكرة إن الموبايل يبقى في إدهم على طول لكن نحاول ندور على بعضاً من المصادر التانية اللي تروح تنمي مواهبهم ويكونوا مجغولين بيها أكتر من الموبايل طول ما الطفل مجغول مش هيمسك الموبايل في إيده طول ما عنده حاجات بيعملها مش هيمسك الموبايل في إيده بالزبط بالزبط تمام دكتور محمد عايز بقى أجي مع حياتك وحياتك أشرطنا لنقطة مهمة إن إحنا محتاجين في الأول المهارات الأساسية عشان بعد كده نخش على التكنولوجيا حتى في المناه وبالتبعية في البيوت طيب الفيسبوك والجوجل وكل محركات البحث واليوتيوب إزاي خطوة بخطوة في البيت وبالتبعية في المدرسة لو أنا قدامي حاجة أعمل كنترول عليها واتحكي هل ده أقدر إن أنا أعمله ولا ده برضو صعب خلينا نقول إن إحنا محتاجين نوعيد توصيف المهارات الأساسية في العصر الرقمي فعب إن العصر الرقمي حقيقة فرض علينا علم جديد لشينا أقلم ناشحية فالمهارات الأساسية هتفضل المهارات الأساسية فلو أنا بحب إن أنا أنامي المهارات الأساسية وفي الآخر زي ما اتفاعلنا في علم هاجين واقع مادي مرتبط بواقع افتراضي امتداد للطبيعة طب ما تيجي نفكر بقى في حاجات ابتكارية شوية في موضوع تنمية المهارات الأساسية باستخدام التكنولوجيا ونقدر إن فصل التكنولوجيا عن مراحل السنية وصن مراحل كل ما صغر المرحلة السنية كل ما هو مولود دول مولودين في بيئة رقمية حقيقة إحنا ما واتولدناش في البيئة رقمية إنهم مولودين في البيئة رقمية وبالتالي أنا محتاج إن أنا أبدأ يبقى عندي برامج تدريبية لتساب المهارات الأساسية طريقة التفكير الكتابة السمع النطق القراءة التفكير المنطقي التفكير النقدي كل حاجات اللي هي أساسية جدا بس باستخدام التكنولوجيا وبالتالي إحنا لازم نخلق مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية نصف المراحل الأولانية وكمان فيه كمان يعني فينيو تانية أو تشانل تانية مهمة جدا هي فكرة إن أنا أساعدهم على تعلم المهارات الرقمية اللي مطوبة بعد كده ويمكن إحنا شوفنا المبادرة بتاعت النشأ اللي أطلقتها وزارة التصالات يعني براعم مصر الرقمية وأشبال وأشبال مصر الرقمية إحنا منكلم في روعة ابتدائية ومتاحة للجميع متاحة للجميع أرقام مفيش حجة ومجانية على فكرة يعني مجانية ده عاون بين الاتصالات والتعليم ووزارة الدفاع بالزبط مئات الألوف بيقدم حقيقة والأرقام حقيقة الناس وعملوا اختبارات للولاد ويمكن كانوا 60-70 ألف وحد نجح فتعالا نوجه برضو في هذا الاتجاه علشان ما نقولش أن التكنولوجيا لاست شر الدولة بتدت تساعد وتفضل هي شيء أساسي جدا والتكنولوجيا من تصنع الفارق هو اللي بتصنع النهاردة الدول المتقدمة وتصنع الدول القادرة على النمو والمستدام وإحنا شفنا تجرب الدول كتيرة جدا بس إحنا محتاجين إن إحنا نفكر بطريقة مختلفة حقيقة ما نقدرش نمنع المنع حقيقة مش هيؤدي إلى حاجة يعني فوجة نظر بسيطة بالعين المنع يؤدي إلى نتيجة عكسية أكتر من أي شيء تاني فإحنا عاوزين نوجه هذه الطاقة حقيقة في هذا العالم الرقمي إلى المفيد محتاج إن أنا الإصرار على اكتساب المهارات الأساسية بالطريقة التقليدية هي مهمة جدا إن هي في الآخر أنا ما أفخداني لهذه المهارات لا أنا مستقبلا هيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا كبناء حتى لو أنا في عصر زكاء لصناع التوليد اللي هو ممكن أسأله على أي سؤال يجاوبني على أي إجابة لو أنا ما عنديش القدرة على التفكير النقدي والتفكير الإبداعي وتحليل المعلومة لو سألته أي حاجة رد علي أي حاجة هقول عليه أمين مبادئ المجتمع أو فلازم أربي الطفل على استعاب كل ما هو أساسي مع مساعدة التكنولوجيا علشان في الآخر أنا بربي جيل جديد مختلف عن أجيالنا وأجيال قابلينا و إحنا النهاردة كمان في في عصر إحنا كنا بنتكلم على جيل زد وجيل الألفية إحنا النهاردة الزكاء الصناعي التوليدي عمل ما قبل وما بعد ويمكن هذا الأمر بيناقش حتى على بالسطوط يعني مبارح أنا عدو في اللجنة الدولية لإقتصاد الرقمي في إتحاد الغرف التجارية الدولية في باريس مبارح كنا بنكلم على حاجات متعلقة بزكاة الصناعي اللي لم يكون عندنا القدرة على استعاب هذا الشيء اللي علي مرح في اتجاه تاني خالص اللي لم نستوعبه هنرجع إلى العصور الوسط كمجتمعات وكاقتصاد في حقيقة إحنا علشان كده التكنولوجيا موجودة إنما أوجيها في الاستخدام السليم أربي عليها النشأ في الاستخدام الجيد والاستخدام المناسب ما فيه شمال إن هو يقضي جزء منه على السوشال ميديا على فكرة نتفرج على اليوتيوب إن هو في الآخر ما هو عنده برضو وقت الفراغ اللازم يستفيد به وما عنديش مشكلة إن هو يقرى منه على فكرة يعني إن هما عندهم قدرة يتعلم مهارات كورسات ويتعلم النطق يعني زيما أعلم لازم استخدم هذه التكنولوجيا أعالج مشكلات من خلال التكنولوجيا كأدا إن التكنولوجيا دي في إيد هذا الطفل أو هذا يعني المرحلة السنية ما داش أصحابها منه خلاص ده حاجة غير منطقية غير ممكن إنما لازم أنا أبتكر بقى وده دور على فكرة المنظمات المجتمع المدني إن هو والنوادي والجامع والكنيسة والمجتمع كله يشتغل على نوع جديد من التفكير في بوجود برامج حقيقي لملء هذا الفراغ في اتجاه المفيد والاستخدامة جيد للتكنولوجيا مع وجود التكنولوجيا التكنولوجيا ما دارش في الصالح هارجع لحياتك مرة تانية دكتور عشان برضو لسه عندي سؤال فيها هقول حكي على حاجة وما تتحكيش علي يعني لسه في حد من ولادنا ممكن يهتم زي جيلنا إنه يتعلم ضمنه ويتعلم طولة ويتعلم سلم ومتعبان وليده يعني أنا فاكر مثلا في وقت ما كنت عيان في كورونا وكنت معزول عن أسرتي وبتاعة كانوا بيتواصلت ومعين إحنا بنلعب ليده مع بعض حتى جيت قلت البنتي الصغيرة بعدها حبيبتي دي فيه لعبة وكان لعبة وجبت لها بقى اللي هي مش اللي بكتورني فبتديت أعمل خطوة دي استغلت الظرف اللي أنا فيه لكن أنا نهاردة لو جيت أقول لابني أو بنتي الصغيرين في مراحل سنية متعددة تعالي علمك دومينو تعالي علمك طولة تعالي علمك شطرنج تعالي علمك أي حجم العبدي في سبيل اكتساب مهارات زي ما بيقول دكتور محمد وتبقى مدخل ولا هيتطريقوا علي طيب لا هما مش هيتطريقوا علي بس كمان بيخد يعني هيخد الأول من كلام دكتور محمد وبعدين هيجي لسؤال حضرتك انه بقول كده نفس كلام بيقول دكتور محمد بس بالبساطة الأهالي تفهمة انه لو الموبايل هيبقى قدر فخلينا نحاول هذا القدر انه يكون قدر مفيد لنا يعني اذا هو خلاص قدر فتعالوا ندخل من هذا القدر حاجات مفيدة فحتى الأولادنا الكبار شوية انه الأجازة تكون فرصة ان نقوي من خلالها اللغة مثلا من خلاله ياخدوا يقوي مثلا لو بيتعلم انجليزي او بيتعلم فرانسي يبقى بيقوي يكتسب مهارة لغوية او مهارة يكتسب المهارة اللغوية دي بيقرح حاجات كمان من عليه بيشوف البرامج المفيدة من عليه لكن هيفضل دايما مش منع لكن هيفضل موبايل له وقته زيه زي اي حاجة في الحياة ما يفعش الموبايل يتساب بكل هذه عدد الساعات لكن الأهالي بقى بتقول لي ايه مع التجربة لحضرتك بتقولها ان لو الموبايل مش في ايده هو بيحاول يلقى طرق تانية يشغل بيها نفسه فرصتي انا بقى يعني وده بتقولهولي امهات كتير جدا طول ما انا محددة وقت للموبايل يعمل عليه اي حاجة او ياخد مثلا من عليه الكورس اللي بياخده او يتعلم من عليه برمجة او يتعلم من عليه كورس اللغات خلاص خلص وقت الموبايل ومبقاش فيه وقت الموبايل بيحاول هو من نفسه ويطلع الحاجات اللي عنده عشان يبتدي يعملها يشغل بيها نفسه لسه كانت واحدة صديقتي حصلت كده مشكلة فهي يعني اضطرت بالعقاب انها تسحب الموبايل من ابنها بعد اننا بسألها هترجعهوله امتى قالت لي يعني قالت لي انه نمسي مرجعهولوش ابدا قالت لي انا كان بقالي سنين ما شفتوش طلع كراسة التلوين الكبيرة بتاعته وطلع الالوان بتاعته وقاعد على الارض رجع بقى بالساعات عمال يلون قالت لي اكتر من 4-5 ساعات ماسك الكراسة بتاعته اللي كان بقالها سنين مركونة ومرمية اذا انا هنا قتلت مواهب عنده او قتلت فرصة انا اكتشف مواهب هو القصد التكنولوجيا قدر مش هنقدر نمنحها صحيح وانا مش بقول ان احنا نمنح بس بقول في ظل الوقت دوت نبقى بنقنن الحاجات لازم يتحط لها وقت زيها زي اي حاجة في حياتنا وده برجع اقوله ملاحظة كمان مهمة ان هيبقى فيه مشكلة لو هم في الاجازة بيقلبوا النوم بتاعهم وبيبقى احنا قاعدين على الموبايل عدد ساعات الليل كله واطفال عندنا بتنام 7-8 الصبح يعني على حتة وانا نايم مش عارف هم قصلا بيعملوا ايه فيا جماعة كل ما كنا بنحاول ان احنا نقول ان كل حاجة في الدنيا لها وقتها كذلك الموبايل اللي هو وقته اذا انت بتتعلم حاجة من عليه اذا انت بتاخد وقت حر عليه فيه اوقات تانية لا اجرب تعمل حاجات تانية بس ممناسبة ان هم بقى يتحكوا علينا او ما يتحكوش علينا هل الحاجات دي متاحة يعني هل احنا كاهل بنهتم ان احنا ننزل نشتري الادوات والالعاب التعليمية دي يعني هل اولادنا صغيرين عندهم الميكانو دا متاح عندهم البازل دا متاح عندهم الحاجات دي متاحة عندهم الشترانج دا متاح ويقدروا يتعلموا بيوت كتيرة ما يبقاش عندها بالزبط ويقدروا يتعلموا فهي الفكرة انه خلينا نوجد الحاجات دي ما نستسهلش فيها وخلينا نقول انه كل حاجة في الدنيا لها وقتها الموبايل اللي هو وقته وصدقوني بمجرد ما يتشال الموبايل احنا هنكتشف في اولادنا حاجات ما كناش عارفينها قبل كده هنلاقيهم هم بيبتكروا زي ما كان بيقول دكتور محمد طرق وحاجات جديدة لانهم يكونوا بيشغلوا نفسهم انهم يكونوا بيتعلموا حاجات جديدة يرجعوا لبرائتهم وطفولتهم اللي ساعات كتيرة هذا العالم الرقمي بيخليهم يفقدوها فخلينا بس ما نستسلمش الفكرة انه لأ مش هيعمله ده لأ هيعمله ده بس لو ده متاح قدامهم هاي دكتور محمد يعني احنا في بنا مساحة عشب ومحب فايه مش هتهرب مني برضه في حتة انك تقولي ازاي نعمل كنترول على انا عارف طبعا ان انا ايه يعني بحاول اجيب السؤال انا عارف ان طبعا حاجة طبعا بتروح للنقطة الان لكن انا برضه عايز اروح لحتة الكنترول على الفيس وعلى الجوجل وعلى الحاجات دي واستفيد بالوقت وحتى كنت تقفين معنا وتقولي انا كاب واللي سمعيننا ملايين الاباء والامهات يعملوا ايه في الحتة دي وفي طبعا ضمن النظم التشغيل في حاجة اسمها البرينت الكنترول او الاشراف الاسري والابوي وبالتالي انا لازم افعل الخاصية دي انما زي ما اتفقنا وزي ما دكتورة شرين تفضلت ان من خلال هذه البرامج ان لو ما حصلش اتفاق بيني وبين ابني او بنتي لو ما حصلش نوع من انوع الحوار المشترك على انا بعمل كده ليه علشان انتي او انت داخل العالم مجهول بلا قواعد بلا حدود بلا ضابط وبالتالي هو عالم خطر جدا حتى لو انت متخيل او انت متخيلة ان انت على الناحة التانية من او انت على الناحة التانية من الشاشة وان انت بعيد عن هذا العالم لا انت ممكن تتعرض للتصيد ممكن تتعرض للابتزاز ممكن تتعرض للوقوع في مخاطر جسيمة جدا ممكن يتم استغلالك ممكن يتم استدراغك لمنطقة شديدة السوات وحصل وبيحصل نشوفها في الحوادث يعني كل ساعة نشوفناها ممكن يتم استدراغك لمنطقة قد تؤدي الى تدميرك بشكل شخصي ونفسي وانتحار فالامور دي محتاجين هي الاساس هو الحوار انما الابلكيشن نجيب ابلكيشن انما يعني مقدور عليها مقدور عليها ثقافة الحوار هي الاساس انه برضو التكنولوجيا اه ممكن منحب تكنولوجيا انما ما فيه برضو وسائل الهروب من الوسائل التكنولوجيا وبالتالي وهم اشتر لا هم اشتر هو هيعرف يدور او هيتعرف يدور على هتخش على الموبائل لأحد الاصدقاء ويدوروا على ازاي يكسروا الموضوع ده والأساس الحوار اللي هيحمي علشان أنا محتاج الوصول إلى مرحلة نضج كنا بنصل بمرحلة النضج إلى سنوات متأخرة جدا في مرحلة الشباب أو في مراحل المراقحة إحنا لازم ننزل بالسن النضج إلى سن النهاردة في هذا العالم إلى سن أظهر جدا حقيقة ولازم فكرة كمان زي ما حضرتك تفضلتي وحضرتك تفضلت أن يحصل نوع من أنواع توزيع الجهد والوقت على الحاجة المختلفة اللي هي تؤدي في الآخر إلى وجود الشخصية السوية الهدف هنا مش أن أنا أستخدم التكنولوجيا أو مستخدمش التكنولوجيا أو أن التكنولوجيا اللي هي مخاطرة أقول لها فوائد هي في الآخر أنا محتاج أن أنا أكون شخصية سوية أن أزيد شخصية السوية هي هتكون الأساس بعد كده إلى شخصية مفيدة ونافعة لنفسه أولا أو لنفسها أولا ثم المجتمح وبالتالي أنا محتاج أن أنا أعيد يعني هقول تعريف حياة كتيرة جدا في هذه البيئة الرقمية محتاج أن أنا أدخل معوامل كتيرة جدا المزج بين البيئة الرقمية والبيئة المادية فيه أصلا في المراحل الأولية يعني في السن النشأ اللي هي في المراحل الأولانية إذا كانت في مدارس أو في حضانة أو في المراحل الابتدائية أن دي مرحلة صعبة جدا ومرحلة تكوين الشخصية ومرحلة تكوين مهارات فحقيقة أنا محتاجي وعندي صورة كاملة ومحتاجين أن احنا كلنا نشغل على توعيد الأب والأم الأخ الأكبر على فكرة والأخت الأكبر ودور دورهم أهم لأن هم أقرب إلى الشباب أقرب إلى الشباب الصغير حقيقة والأطفال من أجل أهليهم حقيقة وبالتالي أنا محتاجي إن شاء الله معهم حتى في هذه النوعية في المرحلة الأعدادية والمرحلة السنوية ومرحلة الجامعة أن هم هقدروا حتى لو ضدمجنا بقى كمان سخفة التطوع إحنا محتاجين متطوعين لحماية شبابنا وأولادنا في الحياة الرقمية ودوة حياة قد يكون مبادرة عظيمة ممكن حضراتكم تتبنوها مع جزة الدولة نحن ممتدخرش عن أي حاجة كقناة أو كبرنامج يعني والله ده شيء عظيم جدا إن إحنا محتاجين نبعد شيء عن الكلاسيكيات إن الكلاسيكيات ما بقيتش موجودة ما بقيتش مؤسرة الكلاسيات والخطوط الجامدة والتفكير الذي ينتمي إلى ما قبل عصر الزكاة للصناعة إن خلاص إحدى ما ندرش نقرخ إلا من نوفمبر عشرين تلاتة وعشرين مع وجود الزكاة للصناعة التوليد عصر جديد تماما محتاجين إن إحنا نعيد تصورنا حقيقة بصورة قابلة للتنفيذ حقيقة إن غير كده إحنا بنعرض ولادنا طبعا للخطر في نفس الوقت إحنا ممكن بنفس الأدوات إن نحولهم إلى ناس أكثر قدرة على التوازن بين الحياة المادية والحياة الرقمية يبقى قادرين على الإبداع مسلحين معارف لا محدود حياة في هذه البيئة في حياة هو مشوار طويل وكلنا لازم نتكتف فيه دكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي وخبير تكنولوجيا المعلومات شرفتنا ونورتنا ودائما حلقت مع حضرتك وتبقى ممتعة شكرا ديك دكتور كل شكر لحضرتك شكرا ديك دكتور شيرين لويس استشاري تربوي وأسري ونفسي ومأسس مبادرة تعرفت ربي وإن شاء الله هنعرف نربي شكرا ديك شكرا ديك مشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة اللي بنحاول زي ما يقول لحضرتكم كل يوم أربع نختار موضوع مجتمعي أسري يهمنا كلنا بكل ثقافتنا عشان نوصل في نهاية الحلقة لاتفاق كده أو زي ما يقولوا ديل من خبرات ضيوفنا أولاد حضرتكم عشان نكتاز أي مشكلة إحنا بنقابلها وده زي ما بنأكد على حضرتكم كل مرة ده دورنا كإعلام توعوي ودور أي إعلام يهتم بمجتمع وإلا هو فيه انتهى هذا الأسبوع وانتهت حلقة هذا الأسبوع من في النور غدا مش غدا بقى السبت القادم في تمام التاسعة يتجدد معكم دوما اللقاء في النور تصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر